أما بعد الإخوة الفضلاء حضور هذا المنبر المنتدى السلفي أجدد لكم التحية فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المنتدى السلفي كما هو معروف عندكم متخصص في مناقشة الأفكار المنحرفة والمناهج الخربة التي تمتلئ بها عقول الكثيرين من الطلاب داخل هذه الجامعة وفي غيرها وهذا المنتدى تخصص في مناقشة هذه الأفكار من خلال أدلة الكتاب والسنة ويخوانا في أي نقاش يدور بين اثنين لا بد أن تكون هناك قاعدة متفق عليها ينطلق منها الناس في النقاش ويستحيل أن تناقش أي فرد من الأفراد إن كان إنسان في داخل دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام إلا وتكون بيناتكم قاعدة متفق عليها ومرجع بيناتكم في أي نقاش ونحن الليلة في هذا المنتدى وباعتباره تمهيد للمنتدىات القادمة بإذن الله عز وجل وإن كان الناس وضعت له اسم معين لكن أنا دار أقيف مع أهم نقطة باعتبرها كافتتاحية للحوار مع كل الأفكار والمناهج الموجودة داخل الجامعة وهي ما هي المرجعية اللي إحنا بنتناقش على أساسها يعني ليلة لما نيجي داخل صوفي لابد تكون بيني وبينه في مرجعية الصوفية بتفقوا معنا في القرآن القرآن ده كله من البغرة للناس ما بقول لك في آية دي ما فيشة ولا لآية دي نصوها ولا عندنا صورة برا بتفقوا معنا القرآن ده يا الله إحنا بنناقشك بهذا المبدأ لو قلت السنة أنا باختلف معاكم فيها ما بنقول لك لا للسنة خليها ما في عايسي ما خليها بناقشك في إنه أنت مختلف معي ليزاته أنت ماذا يرسنة؟ ليه؟ ليه؟ أنا باعتبر مرجع عندنا مرجع أول القرآن مرجع ثاني السنة المرجع الثالث كيف نفهم القرآن والسنة لأنه ممكن الليلة أي واحد يقول لك خلاص نحن متفقين تمش قلت قرآن والسنة معاكم قرآن والسنة لكن أنا بفهم ما زاجي وإنتا تفهم ما زاجك كده ما حنتفك أعصو ما حنتفك لأنه ممكن أسا أجيب لك ما عندي ي علاقة بالموضوع وأنا أقول لك أنا فيم تا كده طيب إنتا حتقول لي لأي أفهم كده هو عليه كيف ha ما أنا فيم تا كده إنتا لا يقول لك أنا فيم تا كده خلاص إنتا بيفعمك وأنا بيفعمي ده إنتا عارف زي نجيب لنا الكورتي عندنا الأasure شباق في الميدان وأنا بكورتي وأنت بكورتك انا بجيب قون بي هنا بجيب قون هناك فاهم على ما يجل بكورتو تتقول لي لا لا كورة واحدة كورة واحدة إذا النغاش مرجع واحد السحيطة 11 لايب بي جاي و11 بي هناك وحاكم راي واقف وحاكم رابع وبعدين قاعدين برا ومراقبين وكاميرات وكلة لا بد تكون في كورة واحدة اتحدى كالسام شاي ملعب بتاع كورة قول لهم هوي انا جايقون وكورتي براي بالعب معاكمونو والله اغلب كون تلت ستمية لكن كورتي براي بس كورتي ما في دولي حبيشة انتو كورة كورة انا ما بقى حبيشة دايش شايكين كذي ودايش شايكين براحتهم تاديهم صبع طاير زي بتاع حلتنا داك اديهم صبع طاير زينا الكورة كانت اي دير كورتهم براون وديرك ما عندهم كورة شغالين بس صبع طاير دي المي السجيب كيف زاتو الزمن بيقضي على اي حل اي نغاش يدور لابد تكون في قاعدة وارضية واحدة لكن ما ممكن الشغلة تبقى مزاجات ولذلك الدين لما صار عند كتير من الناس مزاج واي انسان يفهم بما يروه هو صار الدين لعبة عند الناس واي يزول دين وبروه الان في السودان انت عندك كده اقليك من الشوعين دا الجاينهم شوعين الكفار كله كله الناس القالوا مسلمين القالوا مسلمين مش يزول دين وبروه أسا يعني الصوفية ديل دينهم دا بتلقى حاجات احتمال يكون متفق معك في حيات بسيطة جدا بسيطة جدا المتفق معك فيها بس الجبلة كدي شفت القبلة دي كان يمقبلين لكن لما انتهي للصلاة بتاعته بتلقى صلاة الصوفي دا نصة ما عندها علاقة بالصلاة كتة واول ما جا وقف مرة واحدة انا صليت معاهم جنب الجامعة جنب الاستاذ بتاع الخرطوم هنا اول ما جا من بعيدا الامام يستويوا قال لهم وقفوا عليه حينهم قالوا استوينا على رحمة الله ولا شنو ما عارف؟ استأل قال لكم في جلالات بيقولوا وراه دا بقول حاجة هم بيقولوا وراه كويس؟ بحاجة شواجة وقف جبال ما يكبر داك اغام الصلاة دا رفع يديه قال لك كلام طويل خلاص اللهم شنون اني نويته ان اصلي صلاة العصر مستقبل الغبلة يعني هتكون مستقبل شنو مستقبل الغبلة وكلام طويل جدا فيمتا؟ وبقولوا وراه الجماعة بورا تخيل معاي بدا الصلاة رفع يديه كبر نزل يديه واقف كده تقول في صف تاعيش واقف ساكده دا والجماعة واقفين انا ممحن بقيت بعاين بعاين بيعاين واقفين ساكده دا يلا تخيل معاي انت دي الصلاة تلقى جوة خمسين حاجة ما عندها علاقة مع السنة فشوف الناس اذا كان الدين بيقى عندهم ما في مرجعية واحدة نحن اذا تنازعنا استدانا لو سألته اول منتع من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم بعد الفاتحة بتاعته تماما دا على الجماعة تماما بعد ما اجد برنامجه دا كله فيمتا؟ لو انا اجد مساكته من يد وسألته قلت لاخ انت صليت كده ليه؟ جوابه حيكون شنو؟ قولك دا مذهبنا كده مذهبك دا عندك آية وحديث ودليل وكده؟ ولا دا المذهب؟ قولك ايه؟ دا مذهبنا احنا كده ما تقول ليه نحن اقول دا وجيب ليه الحديثة الوهابية دي ما دا ايره؟ دا مذهبنا نحن كده دا بس فشوف اذا كان دا مذهبه وتمشي جامع بهناك برضو مذهبه براه وفي واحد شاكنه هناك في الازهري فاتحين فيه بلاغ قال وفي النهاية فكوهم قال طلع براه براه بتاع الشنو؟ قال صلاة الجمعة اربعة ركعات الجمعة اربعة ركعات وخطبة ما فيه؟ فيمتا؟ بيجوا جماعة بصلوا معاو فتحوا فيه بلاغ جابينهم بكارفتات تخيل معاي؟ في المحكة وبكارفتات وظريفين جدا لابسين كده ما هتعرف حاكمهم كده في النهاية قال طلع براه ما في حاجة براه بتاع الشنوة ناس؟ الدمعة تبقى اربعة ركعات؟ وخطبة الدمعة ما فيه؟ طيب دا دينه براه دا تلقى واحد دا جنوبة دا برنامجه دينه براه إذا كان الدين بهذه الصورة كيف الناس تجتمع على دين واحد؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون إذن يا أخواننا نحن في الأول دارين مرجع نستند عليه لو دي سأل تأجي واحد أجسا من الأولاد المتفلهمين دين وعملين فاشيوعين طبعا نحن الحضارة والرقي ولا بد نحن نخلي الحاجات القديمة دي هل الحضارة بتخلي الحاجات القديمة؟ هل التحضر يعني والفهم والرقي أي حاجة قديمة تخليها؟ طيب أسموش الناس برنامجهم بالشمس الشمس طلعت والشمس غربت وكده الشمسي قديمة ولا جديدة؟ نخليها ولا نشتغل بها؟ قديمة الشمسي أقدم من حبوبتك هل كله قديم كعب؟ ما ندر أن أخشك؟ فيم تاني؟ يا شوعي أو غيرك علماني المبدأ اللي إحنا بنجيف عليه لابد يكون أرضيتنا وحدة كويس؟ إنت هتجي تقول لي الحكم بياناتنا العقل؟ يعني نجي بنوزينا بالعقل كده؟ هيجي سؤال بيد مقدر للزهن وسؤال مهم جداً العقل ده اللي نحن نجي اسميه يوقع النصوص الكتاب والسنة زي ما أنتم بتقولوا أو غيرها العقل ده أقول منه ولا هلو النازل كلهم عقولهم واحد؟ كلهم واحد؟ تلقوا تلقوا كلهم واحد تكون كالضاب لأنه أنت شيوعي وأنا سلفي لو أقول ما واحد أنت تبقى شيوعي وأنا ببقى سلفي ما واحد معناه؟ فيم تاني؟ في واحد بتلقىها بيجايس هيجليه لوري بماشى باللوري ده ما بيفهمهن الذي سوقته دي واحد هناك رى عملة طعمية لو نزلت بتاع اللوري قعد فى محلة الطعمية ورفعتها بتاع الطعمية فأقول لوري فيمتها؟ ده بيرمي لك الطعمية غلط وبحرقها وداك بيطقلك اق keepingها إذن ما واحد الناز في إدراكه وفي فهمها ما واحد إذا أنت قلت يا شيوعي أو غيره من الناس اللي بتفقوا معه الشعبيين أتباع الترابي وغيره سؤال لكم قلت الحكم بياناتنا العقل نقول ليك عقل منو مش نسؤال مهم طيب العقول الشي اللي احنا بنعرفه العقل مبني على مدخلات معينة مدخلات يعني البيئة بتاعته الإنسان بتتحكم في عقله كويس؟ انت الليلة لو جيت لواحد زمان زمان قبل أرجع خمسمائة سنة لوراه ولا كده لاجي واحد قول له يا عفلان ده رحكي لك حاجة عندنا زول كان قاعد معنا صلاة الظهر في السودان اتخيل معاي الشمس لما انغربت لما انغربت الشمس ازولنا في نيجيريا لو جيبت زول قديم زمان بصدقك طلعك كذب ولا بطلعك قول لك كذب امشي كيف نيجيريا دي كم ويصانة كيف وما ممكن ده زمان قبل ما تكون في طيارة قبل ما يكون في شغل بتاع زمن سريع غير ده طيب لو جيت الليلة لازول قلت له والله يا اخي انا صليت المغرب في خرطوم دي هنا صليت المغرب في الخرطوم والعيشة صليت في السعودية في مكة كويس ام صليت في جدة كل مسافة من هنا بتاع الساعة وعشرين دقيقة ساعة ونص فهمت عادي ممكن تصلي هنا تركب الطيارة بو تنزل هناك عادي جدا بصدقك حتسأل نفسك سؤال ليه الزمان دهك ما صدقك واستبعد الموضوع ده واللس ده صدقك والموضوع ده عادي ليه لانه بناء على التجربة اللي عاشت زول الزمان والتجربة اللي عاشت زول الليلة عنده يا اخي في طيارة بتطير من هنا بترك في المحلة الفلانة دهك بتصل في ساعة وقل من ساعة اما القديم دهك لا فيهم لك طيارة لا قابل طيارة لا بيعرف برنامج زي ده ما حيصدقك اذا يا اخوانا عقلك شان يوزن الامور شان يستوعبه مبني على البيئة اللي حوالينه وبالتالي العقول مدام هي مبنية على مدخلاته وعلى بيئته ما ممكن تكون هذه العقول سواء ابدا وما ممكن انا اجي اجي ليه عقل بتاع بني ادم ضعيف في النهاية ومحصور عقلك محصور ما ممكن انا اجعله ميزان لدين الناس وميزان لحياة الناس في كل هذه العصور والقرون ما ممكن كويس كويس طيب يا شيوعي نحنا نقاشنا معاك نحنا نقاشنا معاك دايرين ارضية اول حاجة نتفق عليه لانو انا العقل بتاعك داول حاجة ما بعترف فيه اصلا لو جينا سائك دا بالبلدي فهي تقول لي والله الشغلة دي انا ما راكب عليك دا يعني الاية بتاع الحديث دا او يقول لك حديث بتاع الردة دا ما راكب لي طيب انا راكب لي اه معلو يعني تقول لي لا لا ما ممكن يااخد انت ما بتفهم انت ما بتفهم قول لك وزنت اكيد ما اجعتني زي الجماعة بجيسوا لحديث الجيسة كده الترابي قال لهم حديث قال من بدل دينه فاختروا صغير قال اكتروا الزور قال بحديث صغيرون اكتروا دا هي بجيسوها بالمتر يعني ولا كيف ولا بالكوم ما ممكن شوف اذا بجت المسألة فالهمة عقله وعقلك اه والشايفة انا والشايفة اتنا نحن ما بنصل لنتيجة في النهاية ما بنصل لحال ابدا لكن لابد يكون بيناتنا منهج واضح نحن نتحاكم له في النقاش لانه اتنا لما انت تقول لي بالعقل انت عقلك دا غزيته بمفاهيم مفاهيم الغزيته باها عقل قدي تجيبتها من وين جبتها من كتاب ماركس جبتها من كتاب انجلز جبتها من كتاب داروين جبتها من كتاب آدم سميس جبتها من كتاب ويليام ويرس ويرس جبتها كتب بتاعتهم قاروا فيها وجابوا المرجعيات والفهم بتاعهم دا كويس انت داير في النهاية تجعل لي الفكرة الشيوعي والفكرة المبنية اصلا على الالحاد وانكار الاله تجي انت تجعل لي ميزان ونحن ندعيش باكا سودانين وكشعب آه مسلم لا انا بطرح المنهج بتاعي اللي مبني على القرآن القرآن وحي من الله مبني على السنة السنة وحي من الله وانا بعد ذاك بجاد لك على ان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بجاد لك على ان السنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصحيحة لبتعارض القرآن ولا بتعارض شيء من السنة وهي المنهج الحقيقي المنهج الصافي النقي اللي بيجمع كل البشرية واللي بيحيل مشاكل كل الناس ومنهج ما بيطناقط ولا بيتعارض إلى قيام الساعة انت تعال ناغشي على المبدأ ده انت ما عندك فكرة ده تناغشني على اي اساس الفكرة الشيوعية فكرة الشيوعية تعرف مبنية على شنو لينين عنده كتاب اسمه نصوص من الدين الصفحة 25 قال الدين افيون الشعوب قال كتاب المختارات تعلينين الصفحة 172 قال بما ان قال ولم يكن الله هو الذي يحقق لنا هذا الاتحاد اذا نحن لا نؤمن بالله ما بيؤمنوا بالله طيب بيؤمنوا باشنو شعين بيؤمنوا باشنو بيؤمنوا بالفكر الشيوعي فكرة خطاة زول خيل معي خطاة زول بس انجلس وماركس دين المؤسسين طلعوا لونوا البيانة الشيوعي بتاعهم شان يغنعوا الناس انو البني ادم ده ما خلقوا الله عشان كده ما يعبد الله قاموا جابوا استعاروا تعاروا للشيوعية فكرة من كتاب كتبوا داروين فريدريك اظن يسم فريدريك داروين كتاب يسمو اصلا لانواح الكتاب ده فيه الفكرة بتاعت انو الانسان عبارة عن تطور كائن تطور تطور من حشرة بعد شوية الحشرة دي كبرت شوية بعد شوية بيقى تجريد من جريد خيطة ضنب راح مش هوين ما معروف في امتى الشعر راح اللي ضيانات صغرا شوية الخشم بيقى وديه حالاته بيقى زور شفت عندهم ده كده كتب على اساس النظرية بتاع داروين كتب عليها انجلس كتاب سماه دور العمل العمل يعني الحركة انو يعكل استرزق ارفع يديه فوق تناول من الشجرة القرد يعني يأكل فاكهة من الشجرة يحفر في الواطة الى اخره قال دور العمل في تحول القرد الى انسان يعني عن طريقة العمل القرد تحول الى انسان طبعا يا اخواننا دي من ناحية من ناحية علمية حتى الناس اللي بدرسوها من ناحية علمية فاشلة فاشلة ومن ناحية تاريخية هي كذبة ما في تحول وإلا نحنا دارين تحول لسه قد يخلينا من الزمان التحول اللي هو وقف ليه? مش تحول طبيعي? ها? أسل قاعد يتحول ولا ما قاعد يتحوله? يا أسل حبابته يجرده يا منه. يعني ما انت لو مدام في تحول لسا قبل اليوم يتحول الانسان اللي احنا شايفينه الليلة ده. اللي يجرد خلاص كويس. نحن دارين الواحدة الان يكون في طورة تحول الضنب قاعد اللي ضيانات طوال الباقي زول. وين ده? الفكرة دي من ناحية علمية غلط. لانه لقوا انه الزول صاحب الفكرة والصور اللي جابه بتاعت الجماجم اللي تحولت من جماجم القيرل للانسان كويس? لقوا في النص في وحدات مفابركات مدخل امبراو. كويس? فهي من ناحية علمية وهمة ساي. من ناحية تاريخية في اكذبها. نحنا من ناحية نصوص شرعية عندنا نحنا خلق الانسان مبني على مراحل معينة. ربنا كلمنا بها في القرآن. تعالوا ناخشونا فيها. ربنا قال ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ده الانسان الاول. ربنا خلق ادم من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة. النطفة دي ده لأولاد ادم. يجوا عن طريق نطفة موية. من الرجل والمرأة اللي اتنين مع بعض. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني في الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظامة. فكسونا العظام لحمة. ثم انشأناه خلقا اخر. فتبارك الله احسن الخالقين. ده الخلق عندنا كده احنا. ربنا خلق ادم من تراب. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون. كويس? انت يا شيوع الليلة عندك. ها? قال قال انجلز بالعبارة دي كده. قال فتحولت ها القروض. وكانت تلك القروض هي اجدادنا. قال دي الجدودهم. يعني انا اصلا لو قبطت شيوعي بجاي بيتكلم. مع الجماعة وانا وانه والحرية والكيزان عملوا وفعلوا وكده. ايوه. قل الله اول حاجة انجلز قال جدك جرد. حبورتك جردوية. كويس? ده انجلز قال كده. انت رايك شنوه في الكلام ده. انت الكلام ده مختنع بوسه. فده كله نحنا ما قضيتنا. قول زول جا من قريب. ما جا من قريب. اكان ابو الجوعان. اي حاجة. سلمنا معك جدلا. قول البني ادم ده كان عبارة عن ضب. ضب. كويس? وبيقى زول. ده كله ما يهمنا. بهمنا الان ها? من ناحية جدلية يعني. يهمنا الان انه نحن جان رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول ده ربنا نزل ليه قرآن. مية واربعتاشر صورة يا هدي قاعدة. القرآن ده فيه ربنا اتحدى الخلق كلهم جن وانس. قل لين اجتمعت الانس. والجن على اياته بمثل هذا القرآن. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يا شيوعي. عندنا 14 قرن. مرة من الزمان. القرآن ده موجود. لحد الليلة دي. ما في واحد وادمره. واحد. قدر يجيب زي القرآن ده. مش زيه. ربنا سبحانه وتعالى اتحداهم بصورة من مثله. لا سا ما يقدر. تعال يا شيوعي انت اجرى القرآن ده من من الغلاف للغلاف. كله. طلع لنا غلط ديوه القرآن ده. تعال طلع غلط. انت لو ما قدرت عندنا ديحنا. دلالة وآية. لانه معجزات الانبياء دلالة على انه دنبي حق من الله سبحانه وتعالى. ودي معجزة من المعجزات. ليه الليلة دي. ما في زول قدر يجيب قرآن زي هذا. كله كله. ولا في زول قدر يحرفه. الشيعة ديلي يتفلهموا ويمشوا يطلعوا لهم. مصحف يقول لك عندنا مصحف كذا. ومصحف فاطمة. ومصحف منو. يطلعوا مصاحف كلها. الناس يعرفوها وتتقبض. وكلها ما قدروا واحد منهم. واحد منهم ما قدر يجيب كتابك القرآن. يا شيوعي. القرآن موجود. كويس? أسه هذا الجامع جنبنا. نجيب لك مصحف تقعطينا في المحلة دي. افتح سائفة دي. صورة الفاتح. البغرة. العمران. النساء. ليه النهاية? اقرأ كله. انت كان قريته هنا بتنظفي ان شاء الله. تعال ورينه وين المشكلة. كويس? دي معجزة من المعجزات. قالنا مصحة سلم يتحدى بالعرب والزمان موجزة قدته. وتلقمها فاهمية حاجة. والله تلقمها. انا مرة واحد دقالي. اتخيل قال له يا. يا الشيخ. فواحد جاءنا هنا قال نصراني. وقال النبي كنت بشرب الخمرة. وكمان قال له مرة تجيب ليه الخمرة. قلت له يا الكلام ده. جاب ليه الحديث. قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال للسائدة عائشة. قال زول. الخمرة بتاعي الشنو الخمرة الخمرة. القوتة يعني. غطوا بيوة. الخمرة ما الخمرة. نابلين الخمرة. لانه ما بفهم. انت ما عربي ياخ. مش انا قاصد بك كجنس يعني. انت ما عربي لسانك ده. ما لسانك. ما بتفهم اللغة العربية. طيب تاني. شان يجي واحد يناقشك. وانه. ونحن نرى. شنو اللي بتراو. يا ولد. انت ما بترا اي حاجة. انت عبارة عن ولد مستهبل. غشوق جماعة ما يجاي. قولك تعال اطعم في الدين الاسلام. ونحن بفضل الله عز وجل ربنا مكننا من النازل تماما. تجي تقل الله ده بك هنا ده. نناقشك نغاش لما تتمحن. المصحف هذا جاعد جوا. جيبوا تعال هنا ده. ورين فيو شنو. ورين فيو شنو. واحد قال لي ربنا جعل. اه ان هاداني لساحراني. ان هاداني لساحراني. يريداني ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريغتكم المسلى. قال ان. معروف طبعا عمل فعندلو عربية. ان دي قال لي. ان دي معروفة. انها بتنصب الاسم وترفع الخبر. ان هاداني لساحراني. ليه قال لي. ودي ما ان. ما بفهم. دي ما ان بتنصبه ترفع. فيمتها? دي ان. ان المخففة. ودي ما عندها عمل. ان المخففة دي بتدخل والبعدية بكون مرفوع. فيمتها? هو ما جايب خبر. تعال انت هذا القرآن تخش هنا جوا. سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جيب لينا حديث زي ما قال ابن قطيبة رحيمه الله وتعالى لمن كتب كتاب تأويل مختلف الحديث. قال جيبوا لينا الصين. بتعارض قرآن وقرآن وسنة ولا سنة وسنة. بتعارض. وين? ما في. قلت فينا الصين من القرآن بتعارض. ما في. قد يتوهم لك. انه في تعارض. عشان كده الامام الشنجيطي كتم كتاب في اخر. اضواء البيان سماه دفعي هامل اضطراب عن ايات الكتاب. ما في تعارض في القرآن. ما في تعارض في السنة. عشان كده انت لو ما قدرت ها القرآن ده. ما قدرت تقنيعنا. انه القرآن ده محرف. اذا ها? عناس كويس بعدين بدك فرصة انا. في تعارض القرآن انت قالوا كتبته واحدة هيني عشال فلاتية تعارض القرآن يا مسكين. ما تعارض في فهم كتا. انت ما فهم حاجة. نحن شفت المنتدى بتاعنا ده عاملين لنوعيات ده شفتها. النوعية التي تلعب بالدين. تعارض في القرآن. قرآن كلام الله. تبارك وتعالى. تعارض بفهمك انت يا مسكين. فهمتها? هده تعالى تعالى نشوف النوبة بتاعتك. والشيكينيبا. وجيب شيخك العلمك ذاته. والاكلك الكسرة بتاعتك. جيب وخلي ناغش هنا. يا مسكين يا بليد. تعارض في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال. كل لو كان من عندي غير الله لو اجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن ماذا تعارض ها? لكن تعال ورينا. نحن ما جاينا ناغش. كويس? خش هنا ورينا التعارض بتاعك. على اي حال يا شباب في هذا المنتدى نحن كبداية لابد نبدأ على ارضية صلبة. وارضية قوية. الطلبة لما نحن نجي نكلمكم ونقول لكم قرآن ونقول لكم السنة وعلى فهم السلف الصالح. نحن وصلنا لهذه. لهذا هذا الاساس اللي احنا بنانا عليه بنانا على ادلة واطحة. انت ما بتقر التعارضة. كويس? ما بتقر التعارضة. حتى الناس اللي بيتفقوا معنا يقول لك القرآن والسنة. فهم السلف ده جبتوه. قرآن ده موافقين بيه وما في مشكلة. السنة موافقين بيه. ما في مشكلة. لكن فهم السلف ده جبتوه. ات لو اتفكت معي في القرآن والسنة. انا بطلع لك فهم السلف ده من جوة القرآن والسنة. اللي تقول له لا لا. الايدي ما شعلنا. خلينا معنا دي. جوة. في القرآن والسنة. ربنا قال في صورة النساء. ومن يشاقق الرسول. يشاقق يعني شنو? يعني يمشي بشارع والنبي بشارع. مش كده? بس الواحد يقول لك فلان ده شاقق. شاقق يعني شنو? يعني شاقق شاقق كده بجوة بس. خرم بالحلة بجوة كده. يشاقق. ربنا قال ومن يشاغغ الرسول. يعني سؤلاء منهج براو. اهان. 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 ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهداء. ويتبع غير سبيل المؤمنين. يلا خلي بالك معي. في النقطة الاولى. خلو يا اخوانا ما كويس كده. في النقطة الاولى. ربنا قال لك يشاغغ الرسول. التلالة لو قلت لي. انا باخد فقط. بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفهم الصحابة ده انا ما عندي معاو شغله. بقول لك ربنا اجعله شرط. يا اخوانا ما شغال كويس احنا. اه? اطاري شنو? كده كويس? طيب. ربنا اجعل شرطي في الآية. بعد ما قال لك. ومن يشاغغ الرسول خالف النبي. ويتبع غير الشرطة التانية قال لك ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين ده المنو. يعني وقت نزلت الآية دي. قال كان القاعدين مؤمنون ده المنو. ده للصحابة. ما في غيرهم. واللمؤمنين ده الجماعة قال لسي ده. ده كانوا ما في. الفئة الصحابة. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوليه ما تولى ونصله جهنم وساعة مصيرة. اذا احنا عندنا اتنين. شرط. اتنين. شرط الاول تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني تكون على سبيل المؤمنين. والمؤمنون هم صحاب النبي. عليه الصلاة والسلام. ورضي عنهم. لو قلت لي يا اخي طيب خلال زيل الصحابة انتهى موضوعهم. طيب احنا كيف? ربنا قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. رضي الله عنهم. الله اللي برضى عنهم ده المنوه. برضى عن الصحابة. ها? مهاجرين انصار. والذين اتبعوهم باحسان ده المعطوفين عليهم. كل من اتبع الصحابة. باحسان يعني شنو? يعني اتباع على منهجهم. مش اتباع ادعاء ساي. ادعاء. ونظريات. لا. اتباع باحسان. اي اتباع على منهجهم. شوفوا يا طلبة. نحن لو ما وصلنا لقاعدة واحدة. ننطلق منا ايضا الحقيقي يقعدين جورساي. نحن كده. حسب ما ذكرناه ولا دي لا لسه كثيرة. ثبتنا انه عندنا قرآن. صنة. على فهم السلف الصالح. لانه يتدال. لو خالفتهم في الفهم. لو خالفتهم وجبت لك منهج براك. براك نجرت انت. اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما تكفل لك بالجنة. ما يتدار الجنة. الله تكفل بالجنة للذين اتبعوهم باحسان. ديل? قال ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عن وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. ديل اتكفل لهم بالجنة. اتلقوا تلي لا 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 ما عندي معهم شغلة. بطريقتك. بطريقتك. لكن جنة ما في. ما تقول لا لا بخشها. خشها على كيفك? والله قال لك ده ايه لك? تبعوهم باحسان الجنة. اتبع شاغكتك براك. ربنا قال ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ونصله جهنم. شغل ايزا بقد طريقين. تتبع طريق الرسول والصحابة باحسان الجنة. تشاغك براك شاغكتك هنا شرمتها بهنا ما شيتليك بمنهج بتاع عغلانيين شرمتها بجاي منهج بتاع الشيوحين بالغادي. اي شرمه? مراك تبينة ولا بهنا? مهين فيش العين. والشارع المستغين في النصر. شرمتها بجاي مع الاحزاب اليمينية المنحرفة ولا قربتها بهنا. مع الاحزاب اليسارية. فيمتها? ناس عيوشة عيوشة تشرب من الجدول وتاكل من الكوشة انا ما عارفة دي مرة ولا العنز بغنماية. فيمتها? مشات معهم. قصة الجردة. الشالة نبغة وخطة نبغة. داست موضوعك. الناس المرقوا بجاي. مرقوا بالشمال ديل. معنهم كفار. فيمتها بالشمال بجاي. ولا الضالين المرقوا باليمين. انكم كنتم تعتوننا عن اليمين. دينا المرقوا بجاي باليمين. فيمتها اي طريقة ما راكتباه ربنا ماضي من لك الجنة. ماضي منك الجنة. بل حكم على نجم النار. قال ومأواهم جهنم. وساعة مصيرة. يقول جهنم طوالي. ليه? لانه ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما. صراط المستقيم واحد. فاتبعوه. امشو فيه. ولا تتبعوا السبل. سبل يمين ولا شمال. ولا تتبعوا السبل. فتفرغ بكم عن سبيله. ذلك موصاكم بي لعلكم تتقون. فيمتها كلامي? اذا يا اخوانا. انا كلامي ده من الاول. بأصل في نقطة واحدة. انه مرجعية بتاعتنا. يعني عشان اول ما يجيني داخل الصوفي هنا. ولا غيره. يجي قل الله ان احنا عندنا نوبة. نوبة خدرة. وبنجوقة. والفتخ. وابوي الشيخ. ايواء. مرجعيتك شنو? ما قلت نوبة يتودقوها او كده. خلاص. قديني القرآن. ولا سنة بالفهم. اللي استرطوا ربنا ما استرطوا انا. شما يجي واحد باشي يقول لك طبعا. تشترد علينا انت بمزايق. استرد انا. البقرة في من قبل ذل ما ايات. ولا ذل ما اللي انجيل. مش ايات. مش قرآن. الشرطة داخلتها وربنا ماهنة. شما ما تيت اتفالهم فيني. بجيب لغا المصحف. تقرب بمزاجك انت. من المصحف ذاته. في انت كلامي. اذا يا اخوانا لما نكون مرجعيتنا واضحة. الزول مين الاول. يا تجي تناغشنا انا في المرجعية ذاتة. قل لنا حندي رأي في المرجعية دوش. شما ما نمشي قدام. ماذا تقول لي لا لك. نحنا بندوق النوبة. اهان. ودليلك شنو? بس ابو يا الشيخ جابه وعجبتنا. دقينا. لا 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 ما ما نخشك في تفاصيل. انا ما نخشك اول شي مرجعيتك معاي شنو. قرآن وسنة اديني حديث صحيح. جيب ايه من الغران جاعد. حديث صحيح. بيفهم السلف. دع اذا متفق معاي في المرجعية دي. ما متفق قل لي تعال اول حاجة انا مرجعيتك دي ما متفق معاك فيها. قلت عن اتناغش من الاول. من جديد. قل لي. انت شيوعي. قل لي الله زاته انا ما متفق معاك. الله زاته ما متفق. تنتناقش من الاول. انه في الا ولا ما في. تقدر? لكن الشيوعين بيخجروا طبعا. ما دي فضيحة. ايجي هنا يقدر يقول الله ما في. دي فضيحة دي. ما بيقدر. في امتني? ولا في? كده لو في شيوعي اخوانا يرفع اصبعه. شيوعي. كافر. في كافر هنا يا اخوانا? الحمد لله. الحمد لله البلد مسلمين الحمد لله. يا كافر. ما في. طيب الكام بكوركو معناك دي لك شنو? دي لك كفار ولا مسلمين انا قلتوا ما عارفون. علمانية? وان هذه العلمانية. علمانية اجاب لك من انت? علمانية دي رسول امنه. فا وريني رسول امنه لعلمانية دي. وقل لك اخ. كما قال المفكر الكبير. ادم اسمس. ادم اسمس ده نبي? نبي? صحابي? مون ادم اسمس ده? قل لك يا اخ ما اقول يا اخ ارص عندك رايف ارصت? عندي رايف العين او ابو ارصت ذاته. ابو ارصت ده شنو انت قلوا. ووسه يجيك واعد يقول لك يا اخ دي الناس قديمين يا اخي. قديم ليه? ليه قديمة? قل لك اخ هس يجيك وقول لك قال الامام مالك. الامام مالك ده ده تقالبتين? الامام مالك ده هذا قريب. بالنسبة لارصه قريب هذا الامام مالك. كويس? مئة اسعة وسبعين. مئة اسعة und سبعين دي اي ما اطرح? اعمل اي حاجة? اضرب اي شي? مئة اسعة وسبعين بتلقى او كل غرنو حاجة. ده ما امام مالك رحمه الله. ارسو ده كم? ارسو ده قبال عيسى بن مريم بمية سنة. ها رأيك شنو? مش قبال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الغرون الاولى وكده والسلف يقول لك سلف القدعام. ارسو الرصاكم ادتوا ديل. منظركم كلكم قبل عيسى بن مريم بمية سنة. لو بالقدم قديم ده ماذا لنه? معفين ذاته. قديم رصو. جديد انت. اصلا بيقروا ديها واحد دلقاع عمل لك شعيرات. بيقروا كانوا زملان اينا? فلسفة في هداب. دلقاع عمل لك شعيرات وصري قدومون. بتقرأ شنو اللي انت? فلسفة. ويقول انت تطور شنو انت النظر لك ده قديم. زمان يقول لك رصو طاليس ومنوء تلاميذ رصو قدام ديل. بدري. ها قبالة لإسلام ذاته. فيمتى? لو قلت بالقدم انتو قديمين. الافكار يا اخوان ما بتو ناغج بقديمة. قديمة. اصلا واحد زياد واحد بسبب كم? باتنين صح? دي قديمة ولا يديدة? يا اخي جدمة يا اخي خلوها اتنين ونص. زيدوها. مواموية ولا اي حاجة. يا ناس دايما المبادئ والافكار والثوابت ما ما بقول لك ده قديم وده جديد. يعني السماء فوق والواطتي حد. دي قديمة صح? قديمة. مرة لقاك السماء بتاعد ولا واطة بفوق? مرة لقتك? طيب انا بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي من بدر جدا قاعد. وللحد ده قاعد من بدر جدا. لكن ما بناقش الافكار باحتبار قديمة ولا حديثة. انما اناقش الافكار. والافكار دي طبعا دي الباطلة. نحن حقاتنا ما افكار. الاسلام ما في افكار. كما تقول ليا طبعا فكر يعني. كله ده فكر وده لا لا. الاسلام ما في افكار. لأن الفكر دي في نعاية نظرية فيوري. تقيمت بخطة زول. بتعدي لها كم سنة بتكون ازبطت فشلة. لكن الاسلام مناهد. اما دي كله احنا بنسميها افكار. شيوعية علمانية. كو ده كله ده. على اي حال انا كلامي الكثير ده كله دار وصل النقطة واحدة. انه نحن بنناقش اي انسان. اولا على اساس المبادئ بتاعتنا اللي احنا بنستند عليه. القرآن. السنة بفهم السلف الصالح. بعد داك لو انت اتفكت معانا في هذه المبادئ. نحن بنجي ندخل في قضية شنو. التفاصيل اللي بتنبني عليها. اللي بتنبني على هذه المبادئ. كويس. لعله انا بفتح فرصة ولا في? في شيخ متزمل? في شهاب? طيب انا افتح فرصة للنغاش قبل ما يخشوا المشايخ ديلي. فرصة وفتوحة للنغاش. وين قال الغران متعارض داك? ولا الفتة سوالة ومشى? مش على الفتة بتاعته? اهل باقين داك درويش فات. شيعين? الكفار. فرصة مفتوحة للنغاش. كافر مسلم كله. فرصة مفتوحة للنغاش. معلكم يعني انتو خفتوا يعني الكلام دور ليشنو? معفها عايب تخوف. فرصة وفتوحة للنغاش. وين شي يا ابنها دي شهاب? وصية القحطان. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله شداك يا قحطان.